طوت الأزمة القطرية شهرها الثاني وسط تعنط قطري ومكابرة على بحث الحلول أكثر من ستين يوما مضت على أزمة هي الأكثر حدة في تاريخ مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه لم تحترم فيها الدوحة شعبها وإقليمها والمجتمع الدولي واستمرت في تآمرها وسياستها الدعيمة للإرهاب وخطابها التحرضي على الجار الشقيق يتعجب المتابع لأوضاع المنطقة وخصوصا الأزمة القطرية خلال الأسابيع الماضية مما تحمله أوراقها من مصائب حفظتها ملفات الأخوة والمصير المشترك والعمق الاستراتيجي كان همّا ثقيلا على كاهل الدول الأربع انتظرت قطر أزمتها طويلا ولا ينتظر العقابة إلا من أجرم ويا لها من جريمة رد الفعل الطبيعي بعد كشف الأوراق والمواجهة بالحقيقة هو العودة إلى الجادة والالتزام بالمبادئ والمطالب وهو أمر فعلت قطر كل شيء سوء ما أشبه اليوم بالبارحة هذه الأزمة تجرنا إلى سابقاتها من أزمات بين دول المنطقة وقطر منذ زمن بعيد وفي كل مرة منذ زمن بعيد تتباكى قطر وتعتذر وتوقع وتعد الجميع بوضع جديد ويعود القديم الجديد أكثر من ستين يوما مضت على أزمة هي الأكثر حدة في تاريخ مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه مجلس تتمسك به دول متضررة من سياسات أحد أعضائه وتنآ بنفسها كل النائي عنه دولة تضررت من سياساتها بقية الأعضاء نحن حريسين على كل دولنا ستينها الظل عضوة كاملة فاعلة في مجلس التعاون كشفت هذه الأزمة أن قطر مستعدة للجري بعيدا عن إيجاد حل لسياساتها الداعمة للإرهاب وبعيدا عن كل شيء وأي شيء لم تحترم قطر قدر أمير الكويت ففعلت المستحيل لعرقلة وساطته التي دائما ما ثمنتها ولم تبحث عن غيرها الدول الأربع لم تجد قطر حرجا في محاولة تسييس فريضة الحج ومنع مواطنيها من تأديتها بل ذهبت بعيدا إلى تقديم طلب لتدويل الحرمين الشريفين لم تحترم قطر عقل شعبها والعالم بترويج الكذب وقلب المفاهيم لتصبح المقاطعة حصارا والمطالب إملاءات ومكافحة الإرهاب انتهاكا للسيادة حسب معجم النظام القطري كشفت الأزمة القطرية تقاربا غير مسبوق بين الدوحة وطهران وهو ما يدلل على أن الدوحة مستعدة لعمل كل شيء وأي شيء إن الأزمة القطرية تنذر بخارطة جديدة من التحالفات والقوى إذا ما استمرت الأزمة ولم تتقدم قطر ولو خطوة لتنفيذ المطالب فستجد إيران مؤنسا لعزلتها التاريخية الدولية